شاهدين برحب حضراتكم في تغطية مستمرة لفعاليات مؤتمر المناخ أو كوب 27 بشرم الشيخ حيث تبعنا منذ قليل جزء من كلمة الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا والذي يوجه فيها الشكر للرئاسة المصرية على استضافتها اليوم كما تعلمون هو يوم التنوع البيولوجي يوم الحديث عن الطبيعة والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي ويسمح أيضا بمناقشة تأثيرات التغير المناخ على التنوع البيولوجي ووسائل حجد الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من أثار تغير المناخ والتلوث أيضا المناقشات كما تبعتم منذ بداية اليوم تنول التغير المناخ على المحيطات الأنواع المهددة بالانقراض الشعب المورغانية تأثير النفايات البلاستيكية على النظام الإيكولوجية والأنواع المائية والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي وارتبطها بالمناخ دعونا في مزيد من المتابعة والتحليل نتواصل عبر الهاتف مع دكتور خالد الشفعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية عندما يكون جاهزا ولكن نتحدث أيضا عن عرض تم اليوم من خلال ندوة مخاوف شباب المنطقة والشمال الأفريقي المتعلقة بأزمة المناخ على هامش فعليات المؤتمر اليوم وأيضا فعليات المؤتمر شهدت أنشطة متنوعة ومكسفة مبادرة وطنية باسم نورة بتعد أحد أهم المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أجهات الشريكة وبتستهدف تمكين الفتيات ودعم الاستثمار فيهن وتصلت الضوء أيضا على أثر التغير المناخي على الفتيات وأهمية دورهن في مواجهته أيضا من خلال مشاركة وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد في جلسة بعنوان الشعاب المورجانية كان هناك إطلاق لمبادرة مصرية في هذا الشأن سنتحدث عنها لاحقا وينضم إلينا هاتفين الآن دكتور خالد الشفعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية دكتور خالد في متابعتك لمؤتمر المناخ كوب 27 بصفة عامة وفي الحديث اليوم عن التنوع البيولوجي يعني التوصل لحلول لمشكلة التغير المناخي بتعتمد على الأساس على مقاومات اقتصادية لو كان دور الدول الكبرى التمويل ما الدور المطلوب من الدول النامية؟ النامية لابد في البداية مسأل خير لحضرتكم مسأل خير لأستاذ المشاهدين في كل مكان الحقيقة مؤتمر المناخ شد الإنسان وشد كل المواطنين نحو متابعته لأنه حدث هام ومهم على كل كوكب الأرض والحقيقة مصر أبهرت العالم بهذا التنظيم الرائع وهذا العرض والتسلسل في الأحداث وفي استعراض والرؤى المشتركة ما بينها وبين كل دول العالم وأعتقد أنه يخرج إلى مجنوعة من التوصيات على الدول الغنية أن تعمل على تمويل الدول الفقيرة أو الدول التي أحدثت تغير المناخ فيها تأثيرات سلبية وبالخص الدول الفقيرة والدول النامية أعتقد أن الدول الغنية عليها أن تدفع فطورة التأثيرات السلبية للتغير المناخ اللي سببته خبريات الشركات العالمية لديها اللي قدرت تحدث الفارق وتهدث تأثيرات سلبية على الدول الفقيرة والدول النامية نعم دكتور خالد لو تإذن لي سنستمع الآن إلى كلمة الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا في كوب 27 ونعود للحديث بعد قليل ترجمة نانسي قنقر